في العيادة حددت دراسات طبية حديثة أعراضاً جديدة لفيروس كورونا لا ترتبط بالجهاز التنفسي فقط فقد وجد باحثون أمريكيون أن هناك دلالات أخرى لهذا المرض بالجهاز الهضمي إلا أن هيئات صحية دولية لم تدرج هذه الأعراض ضمن القائمة الرئيسة للمرض نتابع التقرير ثم نناقش ضيفنا البحوث مستمرة لمعرفة تأثير فيروس كورونا المستجد على أعضاء الجسم الأخرى وأجهزته وليس فقط الجهاز التنفسي تقرير جديد صادر من الصين يسلط الضوء على أعراض أخرى عانى منها المرض خلال تشخيصهم بالفيروس شملت اضطرابات مختلفة بالجهاز الهضمي بدءاً من الفم مروراً بالمريء والمعدة والأمعاء في الولايات المتحدة الأمريكية عانى أول شخص مصاب بكورونا من الغثيان والقيء ليومين قبل الإصابة بالإسهال الشديد الباحثون راجعوا ودققوا كل التقارير الصادرة عن مراكز الأمراض في العالم دراسات من الصين وأوروبا وأمريكا ضمت بيانات مرضى مصابين بكورونا ظهرت لديهم أعراض مختلفة بالجهاز الهضمي مترافقة مع الأعراض المعتادة في الجهاز التنفسي المراجعات الطبية تشير إلى أن فقدان الشهية والغثيان والقيء والإسهال من أكثر الأعراض شيوعاً بينما ألم البطن كان نادر الحدوث ووفق بيانات حديثة للمرضى الذين دخلوا المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية فإن 53% من مصابي كورونا عانوا من عرض واحد على الأقل من أعراض الجهاز الهضمي خلال فترة المرض يشير الباحثون إلى أن الأعراض المعوية الشديدة ارتبطت مع مسار المرض الأكثر خطورة التي تتطلب حالاته الدخول للعناية المركزة ومع أن مراكز السيطرة على الأمراض بأمريكا أقرت بوجود مشكلات هضمية في قائمتها الخاصة بعلامات التحذير من كوفيد-19 إلا أن بعض هيئات الصحة في العالم لم تدرج تلك الأعراض في القائمة الرئيسية للمرض معنا من دبي اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي الدكتور شريف الشهاوي صباح الخير دكتور شريف وأهلا وسهلا فيك معنا على سكاينيوز عربية بداية دكتور هل رصدتم هذا الارتباط بين الإصابة بفيروس كورونا من جهة وأعراض الجهاز الهضمي من جهة أخرى؟ صباح الخير عليكم طبعا يعني هو الفيروس مازال جديد والدراسات كتير بتيجي من الصين أغلبها ومن الولايات المتحدة وفيه طبعا أعراض موجودة بتخص الجهاز الهضمي بالنسبة للكوفيد-19 مش بس الأعراض التنفسية طبعا هي تبقى المين أو هي الأعراض الرئيسية فيه طبعا أعراض في الجهاز الهضمي بتبقى مصاحبة للفيروس طبعا أي نوع من الأعراض عاملت حدثة؟ هذه الأعراض الخاصة بالجهاز الهضمي هي فقط للإصابة بكورونا كيف ممكن أنه نميز بين هذه الإصابات اللي بتترافق مع كورونا والأعراض اللي علاقة بمشاكل بالجهاز الهضمي؟ أوكي هي أعراض الجهاز الهضمي طبعا متنوعة ومش شرط أن يكون أي حد عنده أعراض في الجهاز الهضمي يكون مصاب بالكورونا لكن بمين نحن دلوقتي حاليا أثناء الجائحة الكورونا فلما بتظهر أعراض في الجهاز الهضمي بنشك أنه ممكن يكون سببها الكورونا خصوصا إذا كانت مصاحبة لبعض الأعراض التنفسية الأعراض الأكثر شيوعا طبعا اللي هي تأثر حسة التزوق وتغيرها ثم فقدانها تماما حسة التزوق طبعا واللي عندنا كمان الغثيان القيء الألام في البطن والإسهال وطبعا الأعراض دي بنسبة تقريبا حدوثها بتبقى من حوالي 30% لـ 50% الدراسات الوردة من الصين والولايات المتحدة وده بتشككنا في أن ممكن يكون المريض مصاب بكورونا طيب دكتور لي ماذا لم يتم إدراجة من قبل الجهات الصحية الدولية ضمن الأعراض الأخرى لفيروس كورونا هذا ما ذكروا التقرير في بعض التقرير الوردة من الصين ومن الولايات المتحدة موجودة فيها يعني موجود فيها الأعراض الخاصة بالجهاز الهضمي موجودة على المتدولة في الستادز أو الدراسات اللي جات من هناك طبعا كل البريوريتز أو طبعا أكتر الأعراض بتبقى أعراض تنفسية لكن وردة في الدراسات اللي جات من الصين والولايات المتحدة مذكور فيها بعض أعراض الجهاز الهضمي خصوصا أنه وجدوا أنه فيه بالنسبة للمرضى المصابين بالكوفيد وجدوا أنه الفيروس بيكون موجود في الفحص بتاع الخروج فحص الستول أيمين بيكون موجود حتى بعد شفاء المريض من الكوفيد وبعد ما بيكون المسحات بتاعته سلبية وجدوا أنه بيستمر الشيدنج بتاع الفيروس أو نزول الفيروس في الستول لفترة تتراوح ما بين خمسة أيام لأسبوع بعد تمام الشفاء نقطة مهمة اليوم هل ممكن أنه الأعراض تقتصر على الجهاز الهضمي فقط أم أنه عادة ما تكون مترافقة مع أعراض بالجهاز التنفس يعني ممكن تشخيص الإصابة فقط من خلال أعراض الجهاز الهضمي لا لازم بيكون فيه أعراض أخرى في الجهاز التنفسي أعراض تأثر حاسة الشم أعراض تنفسية أعراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي لازم تكون موجودة لازم يكون برضو أحيانا يكون فيه حرارة لكن لو العراض فقط في الجهاز الهضمي بيكون نسبة أنه يكون كورونا بتبقى أقل بكثير وطريقة العلاج دكتور هل طريقة العلاج اليوم تختلف عند الأشخاص المصابين بكورونا أم أنه بتعلجوها مثل كل الأعراض الهضمية الأخرى لو الأعراض بس تخص الجهاز الهضمي نحن بنعالج الأعراض الخاصة بجهاز الهضمي عن طريق العلاج التحفظي لكن لو ثبت أن فيه كورونا طبعا بتتخذ الإجراءات الوقائية وإجراءات العزل وتبقى حسب طبعا حدة الحالة إذا كانت بسيطة أو متوسطة أو شديدة ده بنشوف إذا كان المريض الحالات طبعا المتوسطة الشديدة بتحتاج أنها تتحجز في المستشفى وتبقى تحت الملاحظة لأن المرضى اللي بيكونوا عندهم حالات شديدة بيكونوا أكثر عرضة لمضاعفات أشد طبعا مضاعفات معروفة عصفة السايتوكاين والجلطات الرئة دي طبعا بتستدعي أنه يكون محجوز في المستشفى في العناية المركزة لأنهم بيكونوا محتاجين يكونوا تحت الأكسجن سابورت والملاحظة الشديدة أما لو الحالة بسيطة فبيتم عزلها في المنزل لحين تحسنها طيب دكتور فيما يتعلق بالجهاز الهضمي عم نعرف أنه بالجهاز التنفسي عم بيكون فيه أعراض شديدة عند الكثيرين فيما يتعلق بالجهاز الهضمي كيف عم تكون الأعراض بشكل عام عند المصابين بفيروس كورونا وهل يستمر أمد هذا الأعراض لفترة طويلة أم أنها تنتهي مع انتهاء الإصابة يعني عندما يكون الاختبار سلبي هي أعراض الجهاز الهضمي بيكون مصحوبة مع الأعراض التنفسية في مرضى الكورونا إذا وجدت يعني مش كل المرضى الكورونا بيكون عندهم أعراض الجهاز الهضمي بيتم علاجها بالأدوية بصورة تحفظية زي ما قلنا وبيفضل المريضة على العلاج والملاحظة لغاية ما بتتحسن الأعراض سواء الخاصة بالجهاز الهضمي أو الأعراض التنفسية طبعا في بعض المرضى بيتم علاجهم عن طريق الأدوية الحديثة اللي هي مضادات الفيروس كورونا زي مثلا أشهرها طبعا الريمدسفير دي في الحالات السفير أو الحالات الشديدة بيتستخدموها بس هي دي طبعا بتبقى يعني للمرضى الأكتر اللي هم عندهم الأعراض التنفسية أكتر من الأعراض الخاصة بالجهاز الهضمي أعراض الجهاز الهضمي عادة بيكون سنوية ومصحبة للمرض لكن ضروري أكيد دائما التنبه إليها وعلاجها بيئة طريقة مناسبة كي لا تتحول إلى أمراض أكثر شدة أو أكثر جدية شكرا جزيلا لوجودك معنا هذا الصباح اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي الدكتور شريف الشهاوي كنت معنا مباشرة من دبي ويومك سعيد ترجمة نانسي قنقر